السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا ان شاء الله اليوم سنرى معا كيفية عمل هذه الزهرة الجميلة بسم الله نبدأ اولا في عمل وسط الزهرة سنبدأ بعقدة على الابرة ثم نرتفع منها بستة سلاس واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة ثم منزلقة في اول سلسلة بدأنا فيها حتى نحصل على حلقة الان الدور الاول سنرتفع باربعة سلاس كعمود بلفتين ثم في نفس الحلقة سنشتغل ثلاثة وعشرون اعمدة بلفتين واحد اثنان اثنان ثلاثة اربعة خمسة خمسة اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون ومع السلسلة سيصبح لدينا في الدور الاول اربعة وعشرون اعمدة بلفتين الان سنقفل الدور في السلسلة الرابعة التي بدأنا فيها هكذا الان الدور الثاني سنرتفع بسلسلة كحشوة ثم حشوة في الغرزة التي تليها وهكذا سنكرر سنشتغل حشوة في الغرزة التالية وفي جميع هذه الغرز الموجودة لدينا في هذا الدور في كل غرزة سنشتغل حشوة واحدة حسنا وصلنا هكذا الانهاية الدور وسنقفل بمنزلقة في السلسلة الاولى التي بدأنا فيها هذا الدور نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط وهكذا سيكون لدينا في الدور الثاني 24 غرزة الان سنبدأ في عمل بتلات الزهرة سنغير لون الخيط وندخل الخيطة الجديد في اي غرزة ثم نعقد الخيط الان سنبدأ بالدور الثالث سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ثم سنشتغل في نفس الغرزة عمود بلفتين هكذا ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفتين ثم سنبدأ بالعمل حول هذا العمود بلفتين وسنشتغل حوله سبعة اعمدة بلفة واحدة واحد اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة بهذا الشكل ثم سنشتغل حشوة في الغرزة التالية مباشرة وهكذا حصلنا على أول بتلة في هذه الزهرة والآن سنكرر نفس هذه الخطوات السابقة سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم عمود بلفتين في نفس الغرزة هكذا ثم سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم نبدأ بالعمل حول هذا العمود بلفتين ونشتغل حوله سبعة أعمدة بلفة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة ثم حشوة في الغرزة التالية مباشرة ثم نعود ونرتفع بخمسة سلاسل ونكرر هكذا بهذا الشكل نكرر نفس هذه الخطوات السابقة حتى نهاية هذا الدور وسيكون لدينا أربعة وعشرون بتلة بهذا الشكل حسنا وصلنا هكذا إلى آخر بتلة وسنقفل هذا الدور بحشوة في أول غرزة هنا في أول غرزة بدأنا فيها هذا الدور سنقفل بحشوة الآن سنشتغل سنترك أول سلسلة ونشتغل منزلقة في أربع سلاسل متتالية هنا في هذه البتلة الأولى سنشتغل منزلقة في أربع سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة هكذا ثم حشوة في هذا الفراغ الآن الدور الرابع هذا الدور سنبدأ فيه بتثبيت البتلات بشكل معين سنرتفع بسلسلتان ثم نطبق هذه البتلة إلى الأمام ونتقل إلى البتلة التالية ونشتغل في هذا الفراغ حشوة وهكذا سنكرر سنرتفع بسلسلتان ثم نطبق هذه البتلة وننتقل إلى البتلة التي تليها ونشتغل في هذا الفراغ حشوة وبهذه الطريقة سنبدأ بتثبيت البتلات بهذا الشكل نكرر هكذا حول جميع هذه البتلات حتى نهاية هذا الدور حسنا وصلنا هكذا إلى آخر بتلة الآن سننهي هذا الدور سنرتفع بسلسلتان ثم منزلقة في أول حشوة اشتغلناها عند أول بتلة نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله يكون الفيديو أعجبكم واستفدتم منه وإلى لقاء آخر مع فيديو جديد وزهر أنيقة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر